موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبث برعاية كوكدور وترشحت أفلام للمشاهدة المنزلية والسينمائية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2018 ويلا بينا نبدأ على طول علشان المهم المرة دي في نهاية الحلقة مش في أولها ترشحات السينما الأسبوع ده تعود بأربع أفلام وأولهم هو The Girl in the Spider's Web الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم The Girl with the Dragon Tattoo اللي اتعرض سنة 2011 ولكن بفريق عمل مختلف تماما وبكلار فوي في دور البطولة مكان روني مارا في اختيار أنا نفسي قلت عليه في حلقة التريل الرياكشن أنه مش مقنع قوي الفيلم ده علاقته بالجزء الأول مركبة شوية وعشان كده أنصحكم تشوفوا حلقة التريل الرياكشن اللي شرحت فيها العلاقة بالتفصيل عموما الفيلم ليه أولوية كبيرة عندي وألقي الوحيد أنه R rated وخايف أن التقطيع بتاعه في دور العرض العربية يفسد تجربة المشاهدة ولكن عموما هرجع لكم في حلقة المراجعة بتاعته واجب لكم الخلاصة في النقطة دي الترشيح التاني لمحبي السينما الهندية وفيلم Thugs of Hindustan عبداني العيب يا بلحج الفيلم هو البطولة التاريخية المنتظرة ما بين عامر خان وأميت هابدتشان في أجواء أسطورية يبدو من التريلر أنها متأثرة قوي The Pirates of the Caribbean حتى الموسيقى شبه منحوطة يعني أنتوا عارفين أن علاقتي بالسينما الهندية مش على ما يرام قوي يعني فأنا الحقيقة طالب النصيحة من الحريفة بتوع السينما الهندية لما تشوفوا الفيلم تقولوا لنا في التعليقات لو كان يستاهل ولا لأ ولو في إجماع كبير على أنه يستحق المراجعة حيبقى الحلقة إلا بعد The Girl in the Spider's Web على طول إن شاء الله الترشيح التالت حيروح لفيلم الرعب والأكشن والغمود وصاحب النجاح المفاجئ Overlord الفيلم أحداثه بتدور في الحرب العالمية التانية ولكنها بتاخد منحنة خيالي عنيف وده موي شويتين الفيلم من إنتاج جي جي أبرامز وده كان ختم جودة مضمون في فترة من الفترات ولكن مؤخرا مش قوي يعني ولكن الفيلم محقق ردود أفعال جيدة جدا بتسعة وتمانين في المية على روتين توميتوز والصراحة أنا شفت التريلر بتاعته في السينما وعجبتني فقرار ما إذا كان حيتعمله مراجعة ولا لأ في إيديكم الموضوع ما بينه وما بين تاجزه في هندوستان لأن كمان الأسبوع اللي جاي نازل بوهيمين رابسيدي وضروري حتبقى له أولوية في المراجعة طرشحنا السينماء الأخير حيكون عائلي كوميدي لطيف وهو فيلم The Grinch الفيلم أنيميتد وبيدور عن عداوة شخصية جرينش للكريسمس وجرينش ده شخصية كلاسيكية من بنات أفكار دكتور سوس واللي عامل الأداء الصوتي بتاعه في الفيلم هو بنيدكت كومبرباتش لو الفيلم ده في نص تسليت ومتعة فيلم How the Grinch Stole Christmas بتاع جيم كاري يبقى أكيد حضراتكم حتستمتعوا بوقتكم في الترشحات المنزلية النهاردة هنكمل في أن الاختيارات ما يبقى لهاش موضوع مشترك بس هو للمصادفة البحتة الاختيارات بتاعت النهاردة في بينهم قاسم مشترك وهي إنها كلها مغضوب عليها نقديا الخمس أفلام واخدين تقييمات على روتين طوميتوس تتراوح ما بين 45% و 55% وهي كلها أفلام تجارية فعلا وفيها نقاط ضعف واضحة فعلا بس أنا بحبهم كلهم وبستمتع بيهم كلهم ويهمني إن حضراتكم تشوفوهم معايا وتقولولي رأيكم ترشحنا الأول منطقي جدا كالعادة وهو الفيلم How the Grinch Stole Christmas من إنتاج سنة 2000 مش جبت سرته في ترشحات السينما؟ يعني ينفع سيبه يعدي كده؟ الفيلم من بطولة جيم كاري في دور جرينش وبعكس الفيلم الحالي ده مش فيلم رسوم متحركة ده شغل مكياج والحركات بتاعت جيم كاري وأجرين على الله الفيلم عائلي ضريف وأنا بحبه وبتحك فيه جدا لإني عموما بتحك في أغلب شغل جيم كاري وبتضوق مدرسته في الكوميديا جدا نفضل مع الكوميديا اللي ما بتعجبش كل الناس ونرجع لسنة 1984 وفيلم جوني دينجرسلي الفيلم من بطولة مايكل كيتن وهو تريقة على أفلام المافيا هو الحقيقة كلمة تريقة دي قليلة هو مصخرة الفيلم كوميدي هازلي أوقات على الهادي وأوقات بشكل مبالغ فيه بس أنا الحقيقة برضو بحبه وبتحك فيه جدا الفيلم فيه نظرية تحت عنوان جريب فاين ركزوا فيها لما تيجي في التسلسل بتاع السجن بالتحديد لأنها تفسير هازلي فلسفي للي بيحصل في السوشال ميديا اليومين دول نتحرك بعد كده من الكوميديا للإثارة وحرق الأعصاب وحرب الدقائق الأخيرة وفيلم ترو كرايم من إنتاج سنة 1999 الفيلم من بطولة كلينت إيستود وبيدور عن جهود صحفي مخضرم لإنقاذ متهم بريء من حكم الإعداب تجربة مشاهدة الفيلم ده عملة زي مشاهدة ضربات الجزاء وغالبا بعد ما تخلصوا الفيلم ده حضراتكم حتعوز وتروحوا الحمام الفيلم لا يخلو من بعض الأداءات الميلودرامية شويتين ولكن فيه تكسيد من إيزايا واشنطن حقيقي يعني حاجة كده للتاريخ الصراحة الرجل ده لولا دماغه اللي جابته الوراء المفروض النهاردة يكون بيصنف مع حد زي دينزل واشنطن مثلا من حيث الوزن والأهمية الترشيح الرابع حيروح لفيلم سياسي من بطولة أل باتشينو وهو فيلم سيتي هول ما بين كل أفلام أل باتشينو ده من أقل الأفلام اللي بشوف الناس بتتكلم عنها رغم إنه فيه خطبة من بطوعه اللي بيخله الواحد يخرم الحيط ويعدي الناحية التانية دول يعيب الفيلم ده إن رسالته السياسية مباشرة شوية وده بيخلي شكله أقل ذكاء من أقرانه ولكني لسه مصمم إنه فيلم حلو ومش وحش بيشارك باتشينو في البطولة جون كيوزاك وبريتجت فوندا اللي موجودة معنا برضو في الترشيح الأخير ترشيحنا المنزلي الأخير حيأخذنا العالم الجريمة والهروب من الماضي وهو فيلم Point of No Return من إنتاج سنة 1993 الفيلم بيحكي عن تجربة خلق قاتلة محترفة عن طريق تجنيد الأف بي آي لمجرمة محكوم عليها بالإعدام إيه كمية الإعدام اللي في الحلقة دي الفيلم ده أنا افتكرته وأنا بشوف فيلم Red Sparrow بتاع جينيفر لورنس و Red Sparrow ده فيلم وحش جدا والفيلم ده برأبته الحقيقة في رأيي لأنه تعامل مع مشاعر بطالته بشكل كويس ولأن فيه أدوار مساندة كتيرة متميزة ده كده كل اللي عندي في ترشيحات الأسبوع أتمنى إنها تنال إعجاب حضراتكم وياريت تساهموا معنا في التعليقات بأفلامكم المفضلة اللي شايفين إن النقاط مدهاش حقها وعلى سبيل التسخين أي حد حيساهم في تعليقات الحلقة دي حيبقى عنده فرصة من 25 فرصة عشان يكسب فوتشر بيدي خصم 50 جنيه على وجبة في مطاعم كوكدور اللي قدامكم على الشاشة دي مش آخر المفاجآت على فكرة ده مجرد تسخين فخليكم معانا على الخط عشان الموضوع هيكبر ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي